اشتركوا في القناة أنا بيظن أن سبب نزول آدم للأرض هو ارتكابه للمعصية والحقيقة أن الكلام ده مش مزبوط قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة وده معناه أن خلافة آدم في الأرض كانت مقدرة قبل خلق آدم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى استفاق الله بكلامه وخط لك بيده أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فكان لازم في الأول منهج وتدريب عملي وتطبيق لقعدة افعل ولا تفعل وهو ينفع واحد ما بيعرفش سوء عربية وتديره مفاتيح العربية وتقوله تفضل سوءها أنت كده بتلبسه في الحيطة الطبيعي أن احنا نعمله تدريب نظري وعملي ونعمله اختبار للقيادة وإذا نجح هي درسوء العربية وحنلاقي قعدة افعل ولا تفعل مع سيدنا آدم في الآية الكريمة وبسبب الغفلة والنسيان واسوسة الشيطان كانت أول معصية لآدم وأكل من الشجرة المحرمة وكان لابد من التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وبكده اتعلم آدم إزاي يتوب من الذنب وأصبح جاهز للخلافة في الأرض وكل نهبطوا منها جميعا يا آدم أنت وذريتك الله هم من فين إبليس إبليس مش مقصود بالهبوط في الآية الكريمة عايز تعرف ليه لأنه ترتب على الهبوط ده اتباع للهدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بقى هبوط إبليس فكان في الآية رقم 36 اللي فاتت فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وكن نهبطوا بعضكم لبعض عدو هنا بقى كان الهبوط لآدم وحواء وإبليس وكمان ترتب على الهبوط ده عداوة بين آدم وإبليس فإما يأتينكم مني هدى فلا هدى إلا هدى الله والكلام هنا موجه للثقلين الإنس والجن وهدى هنا هو الطريق الموصل للخير وبيكون عن طريق الأنبياء والرسل والكتب السماوية فمن تبع هدايا فآمن بالرسل وما أنزل من الكتب السماوية فلا خوف عليهم من مجهول ولا هم يحزنون على ما فات من أمور الدنيا ولهم الأمن التام في الدنيا والآخرة قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ومما يخاف المؤمن ومما يحزن فهو لم يخالف ولم يرتكب خطيئة فأما المخالف فهو يتلفت يمينا ويسارا يكاد المريب يقول خذوني فالخوف يكون إما بسبب ذنب ارتكبته أو بسبب قدر الله عليه والمؤمن لم يرتكب ذنبا وهو مؤمن بقضاء الله وقدره ويعلم أن لكل أمر حكمة ومما يحزن المؤمن فهو في سلام داخلي مع نفسه وفي سلام خارجي مع المجتمع والناس فالمؤمن الحق هو نفحة من الجمال في الكون فإن أصابه خير شكر وإن أصابته مصيبة صبر وهل ده يتعارض مع الحزن الفطري طبيعي لما بيموت واحد عزيز علينا كلنا بنحزن عند وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون وده حزن محمود ليس فيه جزع وفيه رضا بقضاء الله وقدره وأخيرا اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر